أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد آل محمد عجل فرجع ولعنة الله على قتالتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين الكلام في لفظ الحب ونفيه كنا بإزاء مناقشة خبر أجاب فيه الإمام عليه السلام على سائل يسأل عن جواز مشي المخطوبة بين يدي الخاطب فقال عليه السلام ما أحب أن تفعل وقلنا أنها هنا رأيان رأي يقول بالكراهة لأنها الظاهرة من صيغة ما أحب ورأي من الرأي الذي يقول بالكراهة إنما قال بالكراهة لأنها الظاهر من صيغة ما أحب عند الإطلاق وقول آخر يقول بالحرمة لثبوت الاستعمال الشرعي لإطلاق هذه الصيغة في الحرمة وذكرنا لذلك أمثلة من الكتاب ومثالين من السنة فبقي المثال الثالث وهو ما عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزينها وينتقدها ويحسب ثمنها ويحسب ثمنها كم دينار ثم يقول أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير فقال عليه السلام ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير فقلت إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهذا يشق عليهم فقال إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق خلوا كسرة تحت الراء حتى لا تقرؤونها ورق مثل ما يفعله كثير من الناس خطاء ويدفع إليه الورق الورق يعني الدراهم دراهم الفضة تسمى ورقا ويدفع إليه ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق حيث يدفع إليه الورق لا مو لهذا مو ناظر إلى مسألة الخفة وعدمها هذه مضمرة غالبا للصادق عليه السلام أو الكاظم عبد الرحمن بن الحجاج يروي عن كليهما عليه مسألة بل أظن امتد به العمر إلى إلى زمان الرضا صلوات الله عليه بل والجواد ربما حتى الجواد نعم نعم هو من الثقات طبعا من أكابرهم طيب هو شنو مضمون الخبر يعني سألت عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير يعني يريد يشتري دراهم مقابل دنانير يدفعها يعني صرف هو فيزينها وينتقدها ينتقدها يعني يعدها يعدها ويحسب ثمنها كم دينار لأنه هو يريد يشتري الدراهم فلازم يحسب كم دينار حتى هو يدفع بالدنانير ثم يقول بعد ما خلص انتهوا من البيعة وقال مثلا أشتري منك هذا المقدار من الدراهم بهذا المقدار من الدنانير صحيح فكأنها تمت البيعة هنا فيقول لك حتى تقبض يقول لك ثم يقول أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير الدنانير عندي بالبيت مثلا فقال عليه السلام ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير ليش لأنه الشرط عندنا في بيع الصرف التقابض في مجلس العقد نفسه هذا الشرط في بيع الصرف فهذا الآن ما صار تقابض في مجلس العقد جاء يروح إلى مكان آخر حتى يقبضه فالإمام قال لا لا ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير فهذا كأنه جاء يحاول يعني يجد له مخرجا ليش بسبب المشقة التي تتولد من ذلك يقول فقلت إنما هم في دار واحدة دار واحدة يعني محلة واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهذا يشق عليهم أنه لازم في كل مرة يشيلون كل المال ويذهبون إلى مكان معين ومن ثم يقع التقابض أو البيع والتقابض فيه هذه قضية أسهل مجرد الغلام الخادم يأتي ويأخذ المقدار من هذا البيت إلى هذا البيت من هذا الدكان إلى هذا الدكان فالإمام أعطاه المخرج الشرعي بهذه الطريقة قال إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله هذا الغلام اللي رح يرسله حتى يقبض الدنانير من المشتري أن يكون هو الذي يبايعه يعني فوض المالك غلامه أن يبيع نيابة عنه حتى يصح التقابض في ذلك المجلس فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورقة الدراهم ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق حيث يعني في المكان في مجلس العقد زين إحنا مطلوبنا ما هو الآن أحسنتم قوله عليه السلام ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير صيغة ما أحب هل هي مقتصرة الدلالة هنا على الكراهة؟ الفقهاء يقولون بالحرمة لشرطية التقابض في مجلس العقد مجلس بيع الصرف صار واضح؟ فإذا كيف تقولون أن قوله عليه السلام في الخبر محل البحث ما أحب أن تفعل أي أن تمشي بين يدي الخاطب مقتصر الدلالة على الكراهة هناك إطلاق وهنا إطلاق شنو الفرق؟ نقول فقد أطلق نفي المحبوبية هنا مع أن الفقهاء قالوا بما يتجاوز الكراهة وهو بطلان العقد حفواً وهو بطلان بيع الصرف بلا تقابض في مجلس العقد إذن ما قولكم بعد كل هذه الأمثلة؟ أصرتم تميلون أكثر إلى الحرمة في معنى قوله عليه السلام ما أحب أن تفعل أن تمشي بين يدي الخاطب ما الرأي عندكم؟ يا فقهاء المستقبل نعم أسأل الآن؟ يلا أذاك ماكو على قرينة الآن عندك قرينة على ذاك؟ ما أحب أن تمشي ما أحب أن تفعل دع الله لأطلاق يستنزل أولاً الكراهة حتى تقوم القرينة به لأطلاق طيب هو ينقض عليك يقول دعواي أن الإطلاق بحد ذاته غير ظاهر في الكراهة يعني شوفوا عندنا فليكن الآن شوفوا الكلام هكذا إما أن تقول إن الإطلاق ظاهر في الكراهة هذا رأيه إما أن تقول إنه ظاهر في الحرمة هذا رأيه ثاني إما أن تقول إنه غير ظاهر على أحد في أحد حتى تقوم القرينة أي تقول أنا أفتش عن القرائن فتنتقل النوبة للقرائن كلام الآن الإطلاق عندنا إطلاق وشو نتعامل مع الخبر خلو ما نريد نروح نرمي بالخبر بعيداً لازم نتعامل مع عندنا خبر فيه إطلاق ما أحبه نحمله على أي شيء صاحب الدعوة هذه هذا الرأيه الثاني يقول لنا أن نحمله على الحرمة الإطلاق بحد ذاته ليس كافياً للاقتصار على الكراهة يمكن أن يمتد إلى الحرمة بدلالة هذه الأخبار كما ترون بدلالة الكتاب والسنة فما القول هنا مثلاً هكذا لأنه يتعامل مع الإطلاق كإطلاق ما هو الحق عندنا في ذلك نقول والحق أن هذه الأمثلة غير ناهضة بالمدعى فإنها غير خلية عن القراء متصلة كانت أم منفصلة هي الدعوة ماذا تقول تقول أن بين أيدينا إطلاقات ما أحب إطلاقات تقول وهي مع ذلك مقطوعة الحرمة إحنا نقول من قال هذا أول الكلام أنها إطلاقات لو انتبهتم جيداً لعلمتم أن هذه الأمثلة ليست من قبيل الإطلاقات القرائن معها إما متصلة وإما منفصلة إما في غير خبار أما الخبر الأول فإن ذي له قرينة على الحرمة لقوله عليه السلام إن الله لا يحب الفساد وهذه قرينة متصلة الخبر الأول أي خبر الذي أمليناه عليكم في الدرس السابق أي أبي جعفر الباقر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل أنت ومالك لأبيك قال أبو جعفر عليه السلام ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلا محتاج إليه زين هذا تقول الإطلاق بس بالأخير الإمام عليه السلام يقول إلا محتاج إليه مما لا بد منه إن الله لا يحب الفساد فسمى ذلك فسادا وحكى ما يشبه الآية الكريمة التي تقول والله لا يحب الفساد وهذا مقطوع الحرمة أن الله يحب أن الله يحب الفساد لا يحب الفساد يمكن أن يكون هناك كراهة من الله للفساد يعني بعض أنواع الفساد التي يمكن أن توقع في الأرض ليست محرمة إذا ما كانت فسادا فهي لابد محرمة فهذا الذي في ذيل الخبر قرينة متصلة على الحرمة صار واضح في ذن لا يوجد إطلاق هذا الخبر الأول الثاني خبر العبد الصالح عليه السلام سألت عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله قد أعلمه من مضى من آبائه أنها ليست لهم ولا يدرون لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها قال ما أحب أن يبيع ما ليس له صحيح؟ وأما الخبر الثاني فأدلة عدم جواز التصرف في ملك الغير أكثر من أن تحصى فهذه قرينة منفصلة هو نفس المستدل الذي يدعي الإطلاق هنا هو نفسه يستدل ويقول مع أن ذلك مقطوع الحرمة للأخبار التي وردت في حرمة التصرف في ملك الغير صحيح فهذه كلها ماذا تعد؟ قراءة منفصلة على أن في الخبر نفسه ما يمكن عده قرينة متصلة وهو قوله عليه السلام مرتين ما ليس له ما أحب أن يبيع ما ليس له ما ليس له يعني هو مجرد من الملكية هنا ليست له ملكية فكيف يبيع ويشتري في شيء لا يملكه ولا هو مفوض من صاحبه بالبيع والشراء فلاحظوا إذن الخبر الأول فيه قرينة متصلة الخبر الثاني فيه قرينة متصلة ومنفصلة الخبر الثالث الذي أمليناه آنفا وأما الخبر الثالث فكذلك إذ إن أدلة بطلان بيع الصرف بلا تقابض كثيرة فهذه قرينة منفصلة إذن الخبر الأول قلنا قرينة متصلة الثاني متصلة ومنفصلة الثالث منفصلة هذه ثلاثة أمثلة لا شنو ليش أمارة قرينة قرينة منفصلة ما عندنا أخبار دالة بوضوح على بطلان بيع الصرف بلا تقابض في المجلس مليئة أو كثيرة صحيح خلص هذه قرينة أخبار عندنا باب كامل يراجعوا بالوسائل بالتهديد موجود بالكافي والشهر أيضا قرينة تأخذ الشهر مدائما قرينة الآن نحن والأخبار نحن والأخبار كلامهم عليهم السلام ولحنهم عليهم السلام موضوع الشهر من دخل كثير ليش لأنه هذا رح يصير في الصنعة الفقهية حينئذ فإذن لا يوجد إطلاق هنا في الحقيقة يعني هذه الإطلاقات لها قرائنها التي لا تنهض بدعوى المدعي الذي يدعي أن إطلاق صيغة ما أحب ظاهر في الحرمة نعم ومع هذه القرائن ينصرف الإطلاق عن الكراهة المصطلحة أو المصطلحة عليها ينصرف الإطلاق مع هذه القرائن عن الكراهة المصطلحة لأنه قوله عليه السلام ما أحب ما أحب نحن قلنا الذين تبناه أن أن هذه الصيغة ظاهرة في الكراهة صحيح؟ الكراهة المصطلحة نعني بها الكراهة في الفقه هذا إذا كانت الأخبار مطلقة حقا أما وإنه قرائنها معها فإذا هي كراهة لغوية وليست اصطلاحية الكراهة اللغوية يمكن أن تكون في الاصطلاح ما هو حرام ومع هذه القرائن ينصرف الإطلاق عن الكراهة المصطلحة وتثبت الحرمة من نفي المحبوبية في قولهم عليهم السلام ما أحب ونحوه أما إذا لم تكن ثم تقرين فلا سبيل إلى تجاوز الكراهة ولهذا نقول في قوله عليه السلام ما أحب أن تفعل جواباً لمن سأل عن مشي المخطوبة بين يدي الخاطب أنه لا يدل على أكثر من الكراهة وهي جواز هذه القرينة على العكس يعني القرينة تكون على الكراهة وليست على الحرمة صحيح؟ هذا مقصودكم؟ جواز شنو؟ فهذه الأخبار دالة على عدم حرمة مشيها بين يدي الخاطب فقرينة على العكس نحن نتكلم هذا صحيح ولهذا ولهذا نقول في قوله عليه السلام ما أحب أن تفعل جواباً لمن سأل عن مشي المخطوبة بين يدي الخاطب أنه لا يدل على أكثر من الكراهة للإطلاق وفقدان القرينة إطلاق لدينا في قوله عليه السلام ما أحب أن تفعل فهو ظاهر في الكراهة وفقدان للقرينة على أن الكراهة هنا ليست الكراهة المصطلحة بل الكراهة اللغوية التي تشمل مثل الحرام عندنا قرينة على حرمة مشيها بين يدي الخاطب ما عندنا بل القرينة على العكس أدل بل القرينة على عفوا بل القرينة إنما هي على مجرد الكراهة للأخبار الدالة على جواز رؤية الخاطب للمخطوبة مع إمعان النظر وترقيق الثياب وما إلى ذلك هذه يمكن وعدها كما تفضلتم أنه دالة على الحلية الجواز وأن الأمر هنا مشيها بين يدي الخاطب لا يتعد الكراهة لا يصل إلى حد الحرمة يعني حتى الخاطب لا يمصخها زايد يعني بعد يريدها تمشي وريدها بعد كذا الله العالم شون يطلب منها هذا ما يصير بعد يعني لا تمصخها يعني بعد زايد فإذن على ما تقدم إلى الآن نحن قائلون بأن إطلاق نفي المحبوبية في قولهم عليه والسلام ما أحب ونحوه هذا الإطلاق ظاهر في أي شيء في الكراهة إلا أن تقوم قرينة أو تنتصب على غير ذلك على الحرمة مثلا صار واضح إيه هو البحث كله وإحنا قلنا عقدنا العنوان ما في في الكلام في لفظ الحب ونفيه لما الإمام عليه السلام يقول أحب أو يقول لا أحب ما أحب الكلام في هذا الباب الآن إحنا إلى الآن ناقشنا على عادتنا نبدأ بالنفي قبل الإثبات ناقشنا لفظ ما أحبه صحيح يأتينا لعله فيما بعد إن شاء الله لفظه أحبه كذلك أنه هل أحب ظاهر فيه 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 لا يتعداه إلى الوجوب إلا مع قيام القرينة أم هو ظاهر في الوجوب رأسا أيضا فيه كلام يأتي إن شاء الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد وآل وآل وعجل ورحمنا بهم ورحمنا أعطاء